بالتأكيد لازم أسألك بدايةً إزاي جبتوا الكنز ده للنادي الأهلي وسامة أبو علي فريق الكشفين في نادي أهلي سكاوتينج تيم جاب إزاي وسامة أبو علي تم اختيار وسامة أبو علي إزاي لان نهاردة وصفت ومش نهاردة بس كل يوم بقول هداية القدر للنادي الأهلي لا أكيد ده موجود فريق كبير بصراحة في السكاوتينج تيم مع كابتن هاني رمزي وشركة الكورة طبعاً أكيد مع كابتن أمير توفيق كان فيه بصراحة كوردينيشن على مستوى عالي جداً اختيار طبعاً المهاجم كان على أسس معينة النواقس الأهلي محتاج إيه بالزبط بالتنصيق طبعاً مع لجنة التخطيط والإدارة وده بشكل عام يعني طبعاً ولكن نتكلم على الناحية الفنية اختيار وسام أبو علي كان على أسس كتير جداً أهمها إحنا نتكلم من اختار مهاجم المهاجم ده نبص عليه بشكل عام بغض النظر وسام أبو علي بشخصه أو مع النادي الأهلي أنا بتكلم على ببص على مهاجم ببص على أكتر من عامل العامل الأساسي عندي بشوف الراجل ده في تحركات بشوف اللينك أب بشوف جوه السندوق بيعمل إيه يعني أنا وسام من أهم النقطتين اللي احنا كنا مركزين عليهم في مع وسام هو التوقع العالي عنده الراجل ده احنا بنسميه كده حرامي مساحات حلوة حلوة الراجل إزاي ملك التوقعات جوه البوكس هاي وده يعني شفناه كتير في تحركات ملك التوقعات انت حتى النهار ده مع الكرة اللي تسبب فيها في ضربة الجزاء مع الهدف الأولاني مع أكتر من اللعبة هو انت محدش توقع هو كان فين أسن وبقى فين مع الكرة مضبوط فدي نقطة من النقاط اللي احنا بنبقى شفناها فيه طبعا بالإضافة لكل الأمور الراجل ده بيشتحرك إزاي في الزاوية العامية للمدافع إزاي ده بيشتغل كمعدل تهديف عنده بقى نخش شوية أرقام من أهم النقاط عنده وسام أبو علي هو المعدل التهديفي العالي عنده في اقتناص الفرص أو ترجمة الفرص لهداف الفعلية بس الأرقام بتقولك إيه نسبة تحويل وسام أبو علي تحويل الفرص لأهداف عالية جدا عنده وسام أبو علي مقارنة بمهاجمين كتير جدا تحقيق بسيطة على أسماء كتيرة جدا كتير جدا يعني النهار ده إلا احنا بنبص النهار ده في الموسم الحالي وسام أبو علي في الموسم الحالي مقرر حتى بالموسم القبل ده على طول قبل ما يجي النادي الأهلي نفس النسب تقريب الرجل ده مثلا لو حنقرنه مثلا بفيستون مايلي في الدورة حتى الآن يعني بغض النظر عن عدد دقايق أوكي وسام مشارك أقل تمام ولكن نسب تحويله للفرص هو أعلى بكتير يعني مثلا فيستون مايلي من ضيع 13 فرصة محققة وسام أربع فرص محققة بس رغم أنه دلوقتي وصل طبع الهدف الـ 14 متساوي بفيستون مايلي في تقريبا 1150 دقيقة يعني أقل منه صحيح أو الثلاثة بكتير عشان يسجل هذا دي نسبة عالمية دي نسبة عالمية أنا أقل للمهاجمين العالميين يعني اللي هم الأسماء الكبيرة مش بمقارنة بأسماء معينة بس دي النسبة العالمية صحيح نبص بقى على التنوع في إحراج الأهداف باليمنى باليسرى بالرأس في كل حاجة بتلاقيه من خارج منطقة الجزاء من دخل منطقة الجزاء نهار دربة سبتة مزبوط في دربات السبت وعفكرة كان دايما برضو من القاتل الكتب مهمة جدا عنده وسام هو تسديد لهدف من دربات السبت حتى إحنا ألاحظنا حتى كان بياخد الأولوي في تسديد دربات الجزاء مع النادي الأهلي يستسادي دربعة وجاب منهم أربعة والنهار ده دربة حر على فكرة في واحدة ضاعت معه في واحدة ضاعت بس كتب الكاس محسوب محسوب فاخنا أربعة من أربعة في الدول تمام بس هو واحدة جلت منه في الدربات الحرية يعني النهار ده جاب واحدة وفي واحدة قبل كده شاطها ضاعت وبالمناسبة هدي أول جنل النادي الأهلي في الموسم الحالي من من دربة سبتة لأ عنده اثنين أو تلاتة من دربات روكنية من دربة حرية مباشرة بالشكل ده دي أول حد فكرة هو الرقم في الدولة المتدني جدا بالزبط عندنا مشكلة بشكل عام في الكرة المصرية جدا 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 أنا عايفي أنشاء الحاجة لو سامة بعالي كمان بس حاكل على كلامه بالإضافة لكده أن طبعا مستر مارسل كولر كان بيبحث برضو على مهاجم بيجيد اللعب بالرأس وتحرك جوه البوكس وتحرك الخطير لا هو مش بس حرامي مساحات ده هو يعني سوري يعني أنه هو عارف دايما كده بيلف المدافعين ما يفهموش هو فيه صحية صحية